بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحبة مهداء خلاص بنودع شعر رمضان وبنوصل للحلقة الأخيرة من حلقات الشعر المبارك اللي بدأنا فيه دراسة وتدبر للقرآن الكريم من مدخل جديد مدخل بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحاول نقرأ القرآن ونغرق في أنواره بحيث إن القرآن يفتح لنا مجالات للرؤية جديدة في حياتنا وساعتها نبعيشين القرآن على إنه نور للحياة وساعتها نقدر نفهم إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعت لنا رسالة إن القرآن حياة وعيشنا بالقرآن تحت عنوان مهم جدا جدا نرجو اللي تتبنى الدراسات كلها وهو إن القرآن يبنيني فأصبح القرآن بناء ويبني يبني الوجدان ويبني الحياة يبني كل المجالات الستة اللي احنا تكلمنا عنهم القرآن بنى معانا زوتنا في خمس حلقات الأولى وبنى كمان معانا تصورنا عن الأسرة في الخمس حلقات الثانية وبنى معانا تصورنا عن العمل في الخمس حلقات الثالثة وفي الخمس حلقات الرابعة بنلنا علاقتنا وشوفنا إزاي العلاقات ممكن تكون قيمة إضافية ما تكونش أشياء بتستنزف حياتنا وإزاي ما تخليش حياتنا ملتهبة ولكن تخلي حياتنا في هناء وسعادة وصفاء ثم في الخمس حلقات اللي بتسبق الخمس حلقات اللي احنا تكلمنا عنه وخمس حلقات الخامسة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا تكلمنا عن المستقبل وشوفنا إزاي القرآن وسع علينا مستقبلا وبدأنا في الحلقات من حلقة الستة وعشرين لغاية النهاردة بدأنا الكلام في الحلقات اللي فاتت عن مجال السعادة وقلنا إن السعادة مش فكرة ومش لحظة السعادة حقيقة بنعيشها فعشان كده السعادة حياة وبنستطيع إن احنا نشوف جمالها وروعتها طول ما احنا ماشيين في الطريق فهي الحياة بتسكن التفاصيل وفي عمق الحياة وكمان قلنا إن الحياة محتاجة عشان نقدر السعادة عشان نقدر نذوق حلويتها محتاجين نتعرب لها فنأخذ بالأسباب ونعيش متأملين في نعم الله سبحانه وتعالى عشان نقدر نسعد وإحنا في نهاية الشهر الكريم في كتير مننا حزين إن رمضان بيعدي بنفحاته وأيامه الحلوة ولسه بنسمع لسه لسه والله بدري يا شهر الصيام وبيحس إن رمضان كتير من الناس بيحسوا إن رمضان فرصة وبتنتهي ونستني جواها إحباط إن الشهر بيعدي وحسين إن هما لسه على أحوالهم اللي كانت قبل رمضان فالنهاردة نحاول نسعدهم وإحنا بنختم الكلام عن السعادة وبنختم الكلام عن شهر رمضان فعن نتكلم عن الجزء التلاتين الجزء التسعة وعشرين وجزء التلاتين فالنهاردة بنتكلم عن حقائق مهمة جدا جدا في كلام عن السعادة الحقيقة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي حقيقة مخلصة للإنسان من كل تواعي الإحباط وخوفه من فوات الفرص فيه زائرة اسمها الفومو اللي هو الخوف من فوات الفرص فتجدنا بقى الآيات بتاعت النهاردة وتجدنا سورة نوح في الآية من عشرة لغاية الآية 12 ونسمع قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله تحس انت بتسمع الآيات دي وانت بتسمع الفعل المضارع في الآيات تسمع الفعل المضارع وهو بيكلمك وكأنه بيأخذ إيدك لحاجة لا تنتهي يرسل السماء عليكم مدرارا كلها أفعال مضارعة وهو أنت لما تشوف الأفعال يرسل ويمددكم ويجعل كل دي أفعال مضارعة تحس إن الأفعال مضارعة بتقولك إيه؟ بتقولك زي المعنى اللي موجود في اللغة إن ده مستمر وده معنى التجدد وهنا ده المعنى الأساسي بقى في السعادة إن السعادة متجددة وكأن الآية الكريمة بتعلمنا سنة من سنن الحياة بل سنة من سنن السعادة ودي حقيقة من حقيقة السعادة إن السعادة متجددة ما فيش حاجة مكررة يا كل اللي عد عليكم رمضان ما تنتظروش إن انتوا تحصلوا لزة رمضان 2007 لإن رمضان بييجي طول الوقت بسعادة متجددة حياتك كلها بسعادة متجددة وكثير بقول للناس إن مستحيل فيه ناس كثيرة بتقول اللي أنا بقول له بقول للناس اللي كثير بيقولولي مستحيل حالنا يتغير بقول لهم لا ما فيش حاجة اسمها مستحيل عند ربنا كثير من اللي بنعتبره مستحيل هو مش مستحيل عند ربنا وده شيء هين على مولانا سبحانه وتعالى والدليل على ذلك كان مستحيل إن السفينة تمشي في الصحرة فربنا خلق مياه من السماء عشان سفينة سيدنا نوح تمشي في الصحرة كل الحاجات اللي احنا بنشوفها معجزات وساعات بنعبر عنها بإن هي مستحيلات ربنا بيبعث لينا رسالة واحدة ما فيش حاجة من اللي احنا بنقول عليها إن هي مستحيل في حياتنا هي مستحيلة عند ربنا الله سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد علينا أنا نفسي لما بسحى الصبح وبقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور لما بشوف الأفعال المدرعة دي اللي موجودة في الدعاء ده بشعر إن أنا مولود جديد معنى كده إنك في بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى طول الوقت تستطيع إن أنت تعيش بالفطرة مع كل البدايات الجديدة ورمضان على فكرة أنسب حاجة تعلمنا إن السعادة متجددة عارفين ليه؟ لأن في حديث هفاكرين كلنا حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه لكن في رواية مش هي الرواية المشعورة ومش هي الرواية المحفوظة باستلاح المحدثين ولكن عادة يوم مولدته أمه إيه؟ عادة يوم مولدته أمه يعني مولود جديد السعادة متجددة في رمضان والسعادة والقرآن بيعلمنا في شهر القرآن إن إحنا موليد جديدة لأن كل مولود جديد يولد على الفطرة فكل نفس من أنفاسك مكتوب عليه هو نفخته فيه من روحي فكل نفس جاي بحياة جديدة ومعنى كده إن مفيش حاجة تخاف إن هي تفوتك وما تسمحش إن نفسك الأمارة بالسوء تمرر عليك وتسرسب عليك لغاية ما توصل إن أنت تعيش محبط أو تستصعب تغيير حالك لما كانت الأيام لها تواريخ وكل يوم ليه تاريخ غير التاني اتيقنا إن الحياة بتتغير وتيقنا إن السعادة بتتغير وتيقنا إن السعادة متجددة وإن كل يوم بتتجدد فيه ألطاف الله وبتجدد فيه نفحات الله فاكرين حديث رسول الله ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات يعني النفحات متجددة كل يوم وفيه نفح فلازم تنقي قلبك من وهم سباة الحياة اللي بيمنعك من رؤية تغيير الحياة وتجددها ولذلك الله سبحانه وتعالى لازم نعرف إن السلوات لما بتجدد علينا بتيجي بمعاني جديدة وكمان الجزء التلاتين يكمل المعاني الجميلة اللي متحقائق عن السعادة وتجدنا حقيقة تانية وهي مش هنقدر نعيش بالسعادة إلا بهذه الحقيقة نعم السعادة متجددة وده كان المعنى الرابع في السعادة المعنى الخامس في السعادة إن هي متجددة أيوة لكن المتجددة ولازم نعرف إن هي باب واسع من أبواب الوسع فالسعادة أو متجددة ويباب للوسع ومش هتقدر تحية بحقيقة إن السعادة بتتجدد إلا لما ترى ود الله سبحانه وتعالى يحسنه لك في النعم اللي بيكرره عليك فتيجي الآية رقم 18 من سورة التكوير في الجزء التلاتين تتمن بناء السعادة وتقول لنا والصبح إذا تنفس ياه والصبح إذا تنفس وسع الصبح بوسعه النور اللي بيجي ويبدد كل ضرام النور اللي بيجي في الآفاق الصبح وهو في الأفق والصبح اللي هو المعنى المعنى الواسع فتعلمنا الآية أن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا النعم لنزوق المزيد من حلاوة الوسع في الحياة فمن أكتر الآفات اللي بتعكر علينا ذوق نعم الله واستصغار النعم والنعمة مغموسة في جود الله وكرم فالنعمة ملهاش آخر النعمة من حيث لا تحتسب وإن تعد نعمة الله لا تحسوها فالأيام كلها من شبع بعضها والله والله الأيام من شبع بعضها اللي بيقولك الأسطورة دي وبيقولك الأكذوبة دي وبتسدقها هي نفسك الأمارة بالسوء بس إحنا أصلا بنظن إيه في رب العالمين فما ظنكم برب العالمين بعض الناس بتظن أن ربنا بيكرر علينا النعم لا والله ربنا بيجدد علينا النعم عشان يوسع علينا حياتنا فكل نعمة مكررة فيها من الود ما لا يعلمه إلا الله فالله ما أعاد عليك النعم إلا ليقول لك عبدي ما قطعت نظري عنك قط ولكن نظري يجدد عليك حياتك فما زلت تولد من جديد وما زلت أنت في عيني أنت في نظري أجدد عليك حياتي فما زلت أتجلى عليك باسم الباري فالله يبرأنا ويصورنا فكل نعمة مكررة تجعرك تشعر بالأمان تشعر بالسكينة مع الله تجعلك تشعر بالأنس بس أهم حاجة تجعلك كمان تشعر بالوسع فمن أجل النعم هو الفرح بالنعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون وعشان تتيقن أن السعادة بتتجدد أول ما يجي لك حزن أو يأس أو تحس بأن فيه شيء سرق إليك يعكر عليك قلبك ما تعودش اعمل أقرب حاجة لقلبك تذكروا بأن الحياة وسعة وعيش مع أولادك معنى وسع الحياة وعيش مع أولادك أن ربنا سبحانه وتعالى اللي وسع حياتك وكتب على حياتك كلها الإحسان فهل جزاء والإحسان إلا الإحسان تاني حاجة بطل أحكام على الناس الأحكام نتدرسه ده بتمنعك أنك تشوف الخير والجمال في كل اللي حواليك تالت حاجة ما تتوقفش أبدا عن عمل استمر الاستمرار في السعي يجعل الأمل دايما ينبت في قلبك ويوريك ساعة الحياة وعشان تدوق الساعة والسعادة في كل نعمة ربنا بيعيد عليك خلي عندك حاجة اسمها ديوان اسمه ديوان المحبة لون فيها ذكرياتك الجميلة ذكريات النعم وخلي الديوان ده مكتوب عليه واذكرهم بأيام الله كمان تأمل في نعم الله سبحانه وتعالى المكررة وانظر فيها وازاي هي بتفتح عليك أبواب نور وبركة وانه كل يوم انك تعمل ذكرى جديدة سعيدة مع حد من أحبابك وعشان كده لازم تعيش مع ربنا سبحانه وتعالى النعم مجددة وهي باب من أبواب الوسع هي دي السعادة نكمل كلامنا عن السعادة وعن تجددها وكمان على ان هي باب من أبواب الوسع ولكن واحنا بنتلقى أسئلتكم بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي فضلت معانا طول شهر رمضان تتلقى أسئلتكم المباركة وتتلقى تفاعلكم معانا واحنا شكرين على هذا التفاعل الرائق الفائق اللي كان موجود في شهر رمضان واللي خلينا نكمل سرنا مع بعض في هذا المعنى الرائق في تدبر القرآن الكريم في القرآن يا بنيني واحنا مشينا لغاية ما وصلنا إلى الملف السادس أو ملف السعادة وشفنا أن إزاي السعادة حقيقة وإزاي أن السعادة كمان بتكون في الطريق وأن إزاي السعادة كمان بنذوق حلوتها طول ما احنا بنعيش وبنتعرض ليها والنهاردة كان عندنا معناين أخذناهم من الجزئين الأخرين جزئ تسعة وعشرين جزئ تداتين من القرآن الكريم وأخذنا وتكلمنا على أن المعنى الأولاني وأن السعادة متجددة بتتجدد وما تنتهيش لله سبحانه وتعالى قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فالسعادة متجددة ولا تتوقف وكمان تكملنا بالمعنى الأخير المعنى الخامس وهو معنى أن السعادة باب واسع باب لذوق وسع الله سبحانه وتعالى وعشان كده عشان نقدر نوصل لده قلنا شوية إجراءات تعالوا نأكد عليها وأن السعادة بتتجدد علينا وبتفتح لنا باب لرؤية وسع الله لما نعمل شوية الإجراءات دي أول حاجة أول ما تيجي لك أو ما يجي لك حزن أو يأس ما تقعدش اعمل أقرب عمل إلى قلبك واذكر وساعد حد ويتفقد الناس دي كلها أمثلة للأعمال القريبة صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي فتح على وجهي الكريم كنز رمضان وكنز ليلة القدر وكل الكنوز اللي احنا بنعيش بيها دي الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بيها نعمة ولما تعمل كده لما ما تصدقش وجعك ولما ما تصدقش اليأس ده وتعمل أقرب عمل أقرب عمل لقلبك تعيش في جمال إيه هالجزاء والإحسان إلا الإحسان الإجراءات التانية اللي انت من خلاله هتحس بأن السعادة متجددة وأن هي باب للوسع أنك تبطل الأحكام على الناس لأن الأحكام على الناس دي نضارة سودة بتمنعك من أنه أنت تشوف الخير اللي في الناس والجمال اللي فيهم وتشوف كمان كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك فيها وخلق الكائن اجتماعي ممكن ترى كل الجمال ده الحاجة التالتة وهي المهمة وعنقول فيها شوية التفاصيل أنك لا تتوقف أبدا عن عمل استمر لأن الاستمرار في السعي يجعل الأمل دايما ينبت في قلبك ويوريك ساعة الحياة وعشان تدوق الساعة دي اللي هي ساعة الحياة وساعة السعادة في كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيعيدها عليك تعالى نشوف الإجراءات دي كمان اللي بتخليك تحس بالساعة وإزاي السعادة كمان بتفتح لك باب على ساعة الله سبحانه وتعالى فتعيش في حضرة الواسع يتجلى عليك الواسع سبحانه وتعالى خلي عندك ديوان اسمه ديوان المحبة دون فيه كل الزكريات الجميلة لأن ربنا أنعم عليك بنعم يا ما ربنا نجانا من مشكلات يا ما ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بغير حساب وساعتها الديوان ده هيبقى مكتوب على دفته كده على أول ورقة فيه مكتوب عليه واذكرهم بأيام الله الأيام الجميلة اللي كانت بينك وبين الله بعد كمان الإجراء التاني اللي خليك تحس بأن السعادة بابلي الوسع تعيش فيه في وسع الله تأمل في نعمة مكررة انت شايفها نعمة مكررة زي نعمة النظر زي نعمة الكلام زي نعمة ان انت تستطيع ان انت لك أولاد لك أهل لك أصحاب كل دي نعم انت شايفها مكررة انظر فيها وانظر في تتعياتها يا عملتي في حياتك وخليتك إزاي سعيد وبدونها كانت ممكن يحصل لك إيه وحياتك إزاي تكون كرب وتكلم مع الله عن هذه النعم اجلس في مونجاة واجلس في خلوة مع الله ومش بس تشكر ربنا عن هذه النعمة ولكن كلمه على قد ايه هو انت شاعر بحبه ليك انه جعل النعمة دي دائمة عندك ومستمر تالت حاجة انه كل يوم انك تعمل ذكرى جديدة سعيدة مع حد من احبابك وحد كمان تدخل عليه السرور وعشان كده انا بختم الاجراءات دي وقولك اياك تصدق كدب الوجع والقلم ان الحياة بتموت وان الفرح اتخنق وان السعادة تعجز لما الزمان بيفوت وان الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت كل الاكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما ييجي الصبح ومعاه طبق القوت كل يوم الصبح ييجي وياه شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره فوق قلوب المحتاجين تطرح منح بالصبح يا صاحبي مش مجرد نور بالصبح باب جديد للحياة وتفتح يا رب جعلنا من السعدة دايما وجعلنا من اهل السعادة الدائمة وجعل القرآن دايما ربيع قلوبنا وشوف حتى في الدعاء بنور ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا يعني حياة جديدة ونور وجمال وسعادة نسمع اول سؤال معانا من السيدة عفاف من منصورة استاذ عفاف سلام عليكم وعليكم استاذ امر حفو طلقك يا اتو اتفضلي حاج عفاف اتنا متطاب يا حضر الشاي وحضر الشاي طيبة وسعيدة وفنعمة وبركة وفتح وتوفيق حاج عفاف حاج عفاف السود بيقطع طيب ما تتحركيش او اتحركي المكان الشبكة فيه احسن يا حاج عفاف كده سامعك اه اتفضلي حاج عفاف اقولك جازي على طول كده وقعت من غير الشغل وعلى طول يحلي في اليمينات ورد ثلاث يمينات قبل كده طيب حلف علي يا يمين بقالي ثلاث تشهر اه روحي طالق انت طالق بالتلاثة تحب زي ام وختي فهو عايز يرد اليمين واني مش مقتنع عبر دان اليمين دي لانه هو رد ثلاث يمينات قبل كده طب هو فين الحاج فين الحاج زوجيك زوجي بقى واني بسألك انت فاضلت الشيخ عشان انا محتارة لانه هو كل يوم ما سك فيه واني سألت المأزون عندنا هنا في البلد قال لي يا بنت انت من المحرمات عليه انت ما عانتش تجزله والمأزون ماله يفتي ليه المأزون هو المأزون دوت ربنا جعله عشان بس يبوز الدنيا بس يا ستي خلي الحاج انت خليكي قاعدة جنبه كده وخدي رقم التليفون من كنترول وخد تصل بيه وانت قاعدة جنبه كده او خليه تصل على مئة وسبعة في دار الافتة وانت قاعدة جنبه وخليه يسأل في الطلاقات كلها وهما يسألوه او انا هسأله في الطلاقات كلها وان شاء الله ربنا يجعل كل خير احنا جايين على العيد ربنا ان شاء الله يقدم كل الخير ان شاء الله معانا الاستاذة رجاء من الجيزة وعليكم السلامة حتكاته استاذ رجاء وحضرتك طيبة يا فاندي اتفضلي انا عندي ابني كبير انا اولا جدنت وفي الله يرحب ابني تصلش خالص منقطع عن الصلاة وده تعيب نفسيتي ويبازع لان انا بخدمه بس اقتر ان انا اخدمه والله ليه بس كده منقطع عن الصلاة خالص يا شيخ والله انا مش عارف طيب قوليلي بس هو منقطع عن الصلاة وسنه كام دخل على 27 سنة طيب 27 سنة حصل اي حاجة ولا هو منقطع عن الصلاة من يوم ما والده توفي اول من قبل ما والده توفي يعني هو كان والده بيسحبه لمعام الجامع ياخده الجامع وكان بيروح بس كان بيروح بيعافية برضه بس بعد النار يعني هو طول عمره انتو بتودو المسجد بالعافية اه بني وديه العافية انا مش عارفة والله وبعدها هو دايما ديجى علي وبيسعني دايما ودايما انا قطنع عليك سماع الموضوع ده طيب طيب عصيني عصيني على طول والله يا ربنا يعني. طيب انت بتسألي اني تعملي ايه معاه? انا جبت له شيخ خينك. وقابل اكره. انت لو بتكوت حاجة بطلع. بس هو مش ربش حاجة. والله اعلم باع حاجة من وراه ده ولا ايه. ما عرفش الله اعلم بالنسبة. هقول لحظيك تعملي معاه ايه? بس ما تتأسريش وما تجيب لهش شيخ يقرأ عليه. لو سمحت. يعني لو سمحت. يعني لو سمحت. يعني لو سمحت. يعني شخ الجامعة. شخ الجامعة من المنطقة اللي احنا فيها بس. يعني يكلموا مش يقرأ عليها وما عندوش عفريد ولا. لا لا كلموا وانصحوا وقالوا دي النصيحة وقاعد ينصحوا بكتير. طيب. طيب. وسمع كلام امك عشانه ما تترضى عنك. ويمكن كل اللي بيحصل لك انه ما كمش راضي عنك. طيب يا ست رجاء. ست رجاء. انا اقول لك شوية نصيح. وبرضو خضي رقمي من الكونتروي وخليه يكلمني لو تكرمتي. بس يا ست رجاء. اول حاجة انتي يقولتي دي سر القصة اللي هو فيها دي. وياريت كل الاهالي اللي بيسمعوني يعرفوا ده. لو سمحتوا ما تجروش عيالكم للمسجد. ما تضغطوش على عيالكم عشان يروحوا للمسجد. لكن حبيبوا عيالكم ان هم يروحوا لحبيبهم. ويتعاملوا مع الكريم. ويتعاملوا مع ان الواحد الذي ابدا لن يمنعهم ان هم يكلموا ويسمعهم. علموهم ان الراحة في كلام مع ربنا. علموهم ان الراحة في الدعاء. علموهم ان الراحة في خلوة مع الله. علموهم ان الصلاة دي هي راحتنا. هي سعادتنا. هي الباب المفتوح اللي بيخلينا مش بس نوصل لأماننا ونوصل لأحلامنا. لكن الباب المفتوح اللي بنوصل به الى الوصل الى ما فوق السعادة. وان يكون عندنا سند وعندنا ظهر وعندنا احساس بان احنا في حضرة الحفيظ سبحانه وتعالى. كلموا اولادكم عن جمال ربنا سبحانه وتعالى. بس دلوقتي احنا عندنا ابننا سبعة وعشرين سنة. فسبعة وعشرين سنة فهو اتمالى بكل ما حمالناه من صغره. طب هو ايه الحل? الحل ان هو لازم نشوف حد قريب منه. وانا اسف. اسف يا اسزة رجاء. بعد اذن حضرتك. احد المشكلات اللي بينك وبين ابنك ان انت ما زلت حتى الان بتتعاملي معاه على انه ابنك الصغير اللي انت عتعقبيه. ابنك عنده سبعة وعشرين سنة. ابنك بقى راجل. ابنك ده راجلك. اه انا عارف ان انت بتكلميني عن الصلاة. واول ما حد هيكلمني عن الصلاة. لازم انا صدري يلتهب واقول لا لازم وما تخدمهوش وما تخدمهوش. لا كل الكلام ده اللي انت بتعمليه معاه ده. هيزيده نفور. ويخليه حس. اقولك وما تزعليش. هيخليه حس ان الناس اللي بتحب ربنا عندهم اسود. قلب كده. ابنك محتاج ان هو يحس ان الدنيا طيبة. ان الدنيا حناينة. فيحس ان التدين بتاع حضرتك خلاكي قلبك طيب وحنايل. ما خلاكيش محموقة. خلاكي رحيمة بيه. خلاكي طيبة معاه. مش لازم تهدديه. اوه يجيلك بقى فالك. يبقى اول حاجة قلنا ان انت لازم تتعامل معاه لانه كبر. وخلاص. وهو دلوقتي مسؤول عن افعاله. الحاجة التانية حسسيه ان الدين زادك طيبة. الحاجة التالتة ارجوكي ما تعيشيش شعور ان انت حصل ايه. ان انت فشلت في تربيته. فيبقى هو سبب فشلك. ما تعمليش كده. لو عملت كده هيبقى فيه حاجز بينك وبينه. دلوقتي انت لازم تتحولي مع ابنك في دور المستشارة. لما هتتحولي مع ابنك ده هو هيبتدي يكلمك. هو اكيد فيه حاجة بينه في حياته خليته يعمل تاه. منها ان هو كان بيتعامل مع ربنا على انه ايه اللي حاصل. ده بصلي لربنا عشان يرضيك انت والد. فايه اللي حاصل. فاول ما يبتدي يبتدي الضغط اترك الصلاة. فاحنا محتاجين نعمل مدخل تاني. ايه خلاصة اللي بقولك. محتاجين يبقى فيه مدخل تاني اللي معاملة مع ربنا. مدخل بيبني على ان ربنا هو اللي في حضرته بتكون السعادة. اللي في حضرته بتكون الراحة. اللي في حضرته بنتخلص من ضغوطنا. اللي في حضرته بنرتاح من كل مقاسينا. هو ده اللي انا بنصح حضرتك بيه. معنا استاذ احمد من اسكندرية. السلام عليكم استاذ عامر. اهلا سلام امسان استاذ احمد. انا طلب بس من حالتك انك تدعيلي لان انا في محنة شديدة في البيت هنا. يعني حالتك يعني اطلب منك الدعاء يعني في العلاقة سيئة بيني وبين زوجتي يا سايبة البيت من شهر 12. طيب انا مش بس اعدعيلك انا اعدعيلك انا واستاذة المشاهدين ونسأل الله سبحانه وتعالى في الايام المباركات دي وفي خواتيم هذا الشهر المبارك انه يصلح دات البين بينكم وانه يجعل بيتكم يتملي بالمواد ده والرحمة نيتي كلها خيرة دكتور عمر ويطيب خاطرها ان شاء الله اذا كانت نيتك خير هاتها وتعالى وتعالى على مركز الارشاد الزواجي وتعالى نتكلم لان الحاجات دي بدل هي ثابت البيت هي فيه احنا محتاجين نتدخل من خبير عشان يقدر يزيل العوائق اللي بنا عشان نقدر فعلا نرجع لبعضها بطريقة صحيح نعم استاذة ياسمين من القاهرة تتفضل السلام عليكم عام الشيخ احمد انا عامر يا فاند واهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي ازاي يا حضرتك الحمد لله بقول لحضرتك يا عام الشيخ دلوقتي انا زوجي بيعرف واحد علي عرفت من اين انا عرفت تأكد جالي تلفونيات وغيرت صور انا شوفت ابي عيني يعني جالك تلفونات وصور فاند الصور دي مش مفابراكة ولا حاجة لا ده لسه من امت عشر تيام الضبط ماليش ده ماليش ده ماليش ده ماليش ده ماليش ده بالتوقيت يا استاذة استاذة ياسمين انا بقى واسه أليك دلوقتي انت تأكدتي ازاي يعني دلوقتي في حد اتصل بيك في حد اتصل بيك في واحد اتصل بيك قالت لك جوزك بيعرف واحدة تانية عليك طب سؤالي هل هي بيعرف واحدة عليك ولا اتجاوز عليك لا هو بيقول لها انا معرفش حد وكل شوية بيجدب عليك كتير فعمل شيخ انا قلت له خلاص اللعشرة ما بينها كل ست ما مش همفع نكمل طيب طيب خاطرك يا رب ويمشح على قلبك وان شاء الله ويجعل قلبك ان شاء الله في امانه وفي حفظه ومن الوجع ومن القلب طب يا استاذ ياسمين استاذ ياسمين بس خلينا قبل ما تقولي لي عايزة مني ايه اول حاجة بس عشان نقدر نتعامل مع ده المسألة دي لو كانت فعلا حصل حاجة فاحنا دي ما بتبقاش نهاية العالم ومش لازم يبقى القرار هو قرار لانفصال احنا محتاجين نبص المسألة بشكل دقيق وبشكل وبشكل في نور وفي اعتماد على مدد ربنا اتفضلي انت كنت لسه بتكملي كلامك اتفضلي حضرتك بالوقت ايه انا بقى لعشر سنين عشر سنين بالضبط اعمل انا من وراه وقفت معا كتير اصدقى ان انتو كان عندكم ازمات وانت بتلمي وراه في الازمات كتير كتير ولا بتلمي وراه في علاقاته النسائية اه حضرتك في علاقات كتير طيب واسبرت وقلت اقعد عشر خطر ولادي متجاوزين بقى لكم اديه استاذ اسميه عشر سنين يعني اه انت متجاوزين بقى لكم عشر سنين عندكم اولاد اه ثلاث اولاد طيب اكبرهم طبعا تسع سنين وبعدين سبعة وبعدين مثلا اربعة ومسلا اربعة ونص مش كده خمسة ست او سنة الونص طيب ست طيب انت بتسأليني بقى تعملي ايف الوضع اللي احنا فيه ده احضرتك انا تعبانة ان هي كمان اللي بيكلمة دي مراد صاحبه يعني مش واحد اه مراد صاحبه اللي هو واكل ما عيشه مالفه يعني هو دلوقتي دلوقتي انت عرفتي ده ان في حد يكلمك راجل ولا ست اللي كلمتك هي انا استأل لكلمتني فكلمتك ان هو بيجري وراه يعني طيب بتقولي لا عبادي بيجري عنه وكفية عليك كده طيب ما ايه متجاوزة ما هو ايه وايه متجاوزة كده ولا بتقلي ما بينك وما بينه بتقولي ده حاجة تخصين انا او تخصه هو عشان او بيجي بيحبيني وما يدرش يستغن عني طيب فانا بقول غلص حضرتك ما بيجري مشكلة انا عن نفسي اتعد بص يا ستي عشان بس ايه ان نبقى واضحين في ده واضح ان المسألة دي مسألة مياز سهلة كده واضح ان فيه لغبطة وزوج حضرتك بدل بيجب عليك يبقى هو مازال حتى هذا الوقت حريص على البيت احنا ايه حد بيجي يقولنا ان فيه خيانة او فيه علاقات مش مناسبة ما بنقدرش نقوله ايه حاجة تتعلق بالانفصال وهو ايه حد يعمل كده اوه اوه حد يجي يكلمك على هوا وديجي يقولك ده كذا 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 وتقول لا اروح انفصل انت كده مش امين لازم تشوف الحاجة بدقة ولازم يبقى فيه تقدير للحال اللي احنا فيه ولازم نعرف هو ايه اللي بيحصل مش عن ان احنا بنبرر قلة الادب ابدا محدش بيبرر قلة الادب والخيانة لكن احنا دلوقتي بنتكلم فيه ما بعد مسألة وقوع الخيانة او وقوع سوء الاخلاق احنا بنبرر بنشوف ازاي الاسرة تفضل فلازم نتكلم بشكل صحيح حتى عشان لو فيه انفصال اللي يبقى لازم يكون بالمعروف لازم يكون التسريح باحسان فعشان كده لازم تقرى المشهد كله صح وتسمع من الطرفين فلذلك استاذة ياسمين رأيي لأ ما تعمليش اي اجراء فيه لي علاقة بالانفصال وتفضلوا وشرفونا في مركز الإشارة لازم يبقى فيه تدخل من خبراء في هذه الحالة الحالة دي لازم عشان يقدر اذا كان هو مدمن للعلاقات دي وانت لن تستطيع ان انت تتعامل مع ده ساعتها هيكون فيه قرار لا ده هو مش مدمن ده هو فيه خلل بيخليه يقع في ده وفيه بيئة معينة بتسمح له بانه يقع في ده عندنا اجراءات تانية وحلول تانية في التعامل مع المسألة دي يا سعدة احنا النهاردة كان من مشوار طويل مشوار طويل ليس طويلا بمعنى انه كان عبئا ولكنه كان مشوارا طويلا نحس فيه بنعم ربنا علينا نحس بامتداد القرآن وجماله وساعته احنا في رمضان السنة دي عشنا فعلا معنا من معاني ان القرآن لا يخلق على كثرة الرد عشنا في المساحة ما بين كلام ربنا وتفاصيل حياتنا عشنا وعملنا جسر ما بين كلام الله في اجزاءه التلاتين وبين تفاصيل حياتنا في ست مجالات عشنا مع القرآن وازاي بيبني زواتنا من اول ما بيبني زواتنا على ان احنا عباد ممدودين ومشينا مع القرآن الكريم وبعد كده اخذنا القرآن وبدل ما كنا بنقرأه في بيوتنا بس عرضنا عليه ازاي بيوتنا تتبني على عين القرآن فبنى القرآن بيوتنا وخلى اسرنا وحسسنا ان من اول لحظة عرضنا عليه احوال الاسرة فاعلمنا القرآن ان الاسرة قيمة وبعدين عرضنا عليه العمل فاول حاجة علمنا في العمل ان العمل عبادة وتمسكنا بان العمل عبادة وبعدين رحلنا الى الملف الرابع وهي العلاقات فتعلمنا ان العلاقات دي مليئة بمدد الله سبحانه تعالى ولابد ان العلاقات كلها تكون مليانة نور ومليانة بركة وبعد كده اخذنا القرآن وعرضنا عليه مستقبلنا فاعلمنا ان المستقبل ده ممهد ومعلوم لغاية ما النهاردة عرضنا عليه حنى وعلي السعادة ممكن تتحقق في الدنيا فتعلمنا ان السعادة حقيقة وتعلمنا ان السعادة بتكون كمان في الطريق في التفاصيل وفي العمق وكمان السعادة بتكون بان احنا نتعرض لها وناخذ باسبابها والنهاردة ده ختمنا بمعنيين وحقيقتين عن السعادة الحقيقة الاولى ان السعادة متجددة فما فيش حاجة مكررة من عند الله ولكنها اذا اردت ان هي مكررة يعني زي ما بنكرر السكر في ازداد حلاوة وعشان تزداد حلاوة كانت القيمة التانية والحياة التانية عن السعادة ان السعادة بتفتح لنا باب واسع على وسع الله وتفضل السعادة بتخلينا نرى واحنا عايشين في مدد الله ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر القرآن غزانة القرآن بنانة القرآن احيانة وازاي ده ما يكونش القرآن ده اليوم واحنا بنقراه كأنه حديث عهد بربه والدليل على ذلك ان خلى حياتنا احنا جاهزين نخرج من رمضان على ان احنا موليد جديدة موليد جديدة بقلوب جديدة بمدد ربنا سعيدة يا رب العالمين ندعوك ونقول لك ربي 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 يكتب رمضان في وصل قلوبنا بالله وسعة رزقنا وصلاح حالنا وراحة بالنا وجميل مستقبلنا ولطيف أقدارنا وزوال همومنا وسعادة فؤادنا ودوام طاعتنا ونور هدايتنا وصلاح أحبابنا وجلاء بصيرتنا ورفع حجب قلبنا وعافيتنا التامة نحن ومن نحب مع زيادة في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نمد إيدينا وندعو ربنا سبحانه وتعالى ونقول ربي ربي يكتب رمضان في وصل قلوبنا بالله وسعة رزقنا وصلاح حالنا وراحة بالنا وجميل مستقبلنا ولطيف أقدارنا وزوال همومنا وسعادة فؤادنا ودوام طاعتنا ونور هدايتنا وصلاح أحبابنا وجلاء بصيرتنا ورفع حجب قلبنا وعافيتنا التامة نحن ومن نحب مع زيادة في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم